مسهلا خير أصدقائي وهلا وسهلا فيكم جديد من قناة قناة لجهاز اونر اكس 8 واحد من الأجهزة اللي كنت مقرر اني ما ساوي لهم مراجعة لعدد أسباب واحد منهم انه هذا الجهاز تأخر لحتى توفر بالسوق ومثل ما بتعرفون انه نحن هاي الأجهزة ما بتوصلنا من الشركات منشتريها ومساوي عليها مراجعات عكس المراجعين الثانين اللي بيجيهم دعم من الشركات وبيصلهم الجهاز بوقت مبكر بيساوي له مراجعة وكامل المفترض انه يكون هذا الفيديو مراجعة عادية لهذا الجهاز لكن للأسف طلع مع كتير عيوب بهذا الجهاز فإذا انت من المحبين أنا مرح يعجبك كتير هذا الفيديو أنا عملك من البداية لانه رحيحكي كل مميزاته وكل عيوبه بشكل واقعي وبشكل فعلي لهذا الجهاز وبلما نطول كتير بالمقدمة خليني نفوت على المواصفات بشكل مباشر وخليني نبلش مباشرة مع شاشة هذا الجهاز هذا الجهاز أحلى الشي فيه بالشاشة أو اكتر ميزة عجبتني به الشاشة انه نسبة استحوازها جدا عالية يعني وصلت ل 89.1 وهي نسبة استحواز قليل ما نشوفها بهذه الفيئة السعرية أغلب الأجيزة التي كانت تجي بها الاستحواز أو نسبة استحواز كانت بتكون فلاكشيب فشي جدا رائع وكتير حلو وشي بتلاحظه فورا بهذا الجهاز أول ما تمسكو انه الحواف جدا صغيرة وشاشة أقضى كتير نسبة عالية من الواجهة الأمامية لهذا الجهاز أيضا هاي شاشة بتجي بحجم 6.7 مع 90 هرتز والهرتزية هون حلاوتها انه دايناميك يعني انت بتحطها دايناميك فهي بتحول بين 60 و 90 حسب الاستخدام تبع الجهاز حتى توفر طاقة وهي شغلة كتير مفيدة بالجهاز رح لكم ليش لقدام شوي أيضا شاشة بتجي بدقة Full HD Plus للأسف طبعا جاي من نوع IPS كنا منتمنها انه تكون من نوع أمولد حتى تكون شوي ألوانها أحلى تكون مش باع أكتر لكن لا بأس فيها الاي بي اس يعني جيدة كانت وايضا النت سكان تحت الشمس جيد طبعا آخر شغلة كنا منتمنها ايضا تكون موجودة به الشاشة اللي هي طبقة الحماية لكن هذا الشيء تعودنا عليه من هواوي ومنقنا هنا ما بيحطوا طبقات حماية على أجهزتهم بهي الفئات السعرية طبعا الأجهزة الثانية بنفس الفئة السعرية مثل شاومي أو مثل ريلمي أو حتى سامسونج بهي الفئة السعرية بتلاقي في طبقة حماية على الشاشة تحميها من الخدوش وبنكسر فهو بهذا الجهاز لازم تحط ببالك اذا ناوي تشتري هذا الجهاز انه ما عليه أي طبقة حماية أول ما تشتري فهو نركب عليه سكريني بروتكتور حتى تحميها للشاشة من الخدوش أو من الكسر فهي كان بالنسبة للشاشة خلينا ننتقل للتصميم يمكن التصميم اغلبكم شايفون ما رح حكي عنه كتير شكل جهاز شكل آيفون وأغلب المراجعين حكوا عنه أنه آيفون بعدسة رابعة أو بكاميرا رابعة أو بكاميرا بدل مستشعر الليدر الموجود بالآيفون فهو حرفيا الجهاز جدا مقتبس من الآيفون يعني حواف حادة نفس حواف الآيفون شكل كاميرات ومربع الكاميرات كتير بيعطي شبه للآيفون الجهاز مصنوع من البلاستيك الغطاء الخلفي أيضا مصنوع من البلاستيك وللأسف الغطاء الخلفي جدا سريع تطبيع الأصابع عليه فأول ما تمسك الجهاز فورا بتحس بي تطبيع أصابع وكل شوي لازم تمسح الجهاز الأفضل أو يفضل أنك تركب كفر للجهاز حتى ما ظلك تعاني من موضوع تطبيع أصابع على الكفر وأيضا تحميه من الكسر كون الغطاء الخلفي جاية من البلاستيك طبعا الشي الحلو بهذا الجهاز أنه سماكته فقط 7.5 ميلي ووزنه فقط 177 غرام فهو جدا خفيف وكتير مناسب للبنات للصبايا أو للناس اللي بتحب الجهاز اللي وزنه خفيف وزنه نظرنا على الجهاز من الأسفل رح لاحظ وجود مدخل سماعة 3.5 ميلي ومدخل الشحن وأيضا سبيكر خارجي وزنه نظرنا على الجهاز الأعلى لأسف ما رح تلاحظ وجود غير مايك لعزل الضوضاء فقط لا غير يعني ما في ستيريو سبيكر بالجهاز ما في مستشعر IR ما في أي شي من الأعلى فقط مايك لعزل الضوضاء أيضا من الجانب رح تلاحظ وجود زرنا رفع وخفض الصوت والبصمة اللي صلنا عم نشوفها كتير بالأجهزة بهاي الفئة السعرية بصمة جانبية البصمة أداءها سريع البصمة تفتح بسرعة جدا عالية ما فيها أي تأخير ما فيها أي طباطق وكان أداءها كتير حلو وصراحة كتير عجبني أداء البصمة بهذا الجهاز يعني فيه نقول إنه أداء البصمة يعتبر ممتاز بهي الفئة السعرية من هذا الجهاز وخللنا نتير على أهم شي بهذا الجهاز واللي هو المعالج هذا المعالج بيجي من نوع سناب دراجون 680 بعمارية 6 نانومتر ومعاجر رسومي أدرينو 610 هذا المعالج شفنا على عديد من الأجهزة هاي السنة اللي متابع القناة بيعرف إنه هذا المعالج موجود على ريدمي نوت 11 موجود على ريلمي 9i موجود على الأوبو A96 معالج أداءه جيد استخدامه حلو تصفح تطبيقات السوشيال ميديا عطى أداء جدا ممتاز وطبعا هذا المعالج تفوق على كتير معالجات منها الجي 80 الجي 88 اللي يعتبروا بالفئة الاقتصادية تقريبا هي المعالجات لكن للأسف هذا المعالج ما تفوق على الأجهزة الثانية اللي بالفئة المتوسطة مثل سناب دراجون 720 أو سناب دراجون 730 أو 732 أو حتى الجي 95 أو الجي 90T أو الجي 96 ضل معالج ما ذكرته نحافظ كل اسماء المعالجات فهذا المعالج للأسف ما تفوق على هاي المعالجات وخصوصا بموضوع الألعاب يعني مثلا مثل هذا الجهاز ما شغل أكثر من 30 فريم على لعبة PUBG وأداء يعتبر ضعيفه متواضع على لعبة PUBG يعني أجهزة أقدم منه وأرخص منه بالسعر بتشغل فريمات أعلى من هيك يعني فيعتبر هذا المعالج للأسف فاشل بالألعاب لكن هو جيد من ناحية الاستخدام العادي السوشيال ميديا الواتس اوب الفيسبوك الاستخدام العادي وبكل تأكيد مثل كل جهاز أنا باختبار المعالج على الانتوتو فعملت له اختبار انتوتو هذا الجهاز حقق معي ما يقارب 237000 نفطة وهذا رقم جيد يعني رقم يعتبر حلو بها الفيئة السعرية لا بأس فيه يعني فهي كان بالنسبة للمعالج خير انتقلنا موضوع الكاميرات هذا الجهاز بيجي بأربع كاميرات مثل ما شفتوا الأساسية بتجي 64 ميجا السنوية بتجي 8 ميجا ألترا وايد الثالثة بتجي 2 ميجا ماكرو والجهاز بيصور 1080x30 فريم بالثانية طبعا مثل العادة أنا تجربة الفيديو ما عد نشرتها بالقناة صرت انشرها بصفحتها على الفيسبوك قارني فاذا حابت تشوف تجربة الفيديو وتصوير الفيديو بهذا الجهاز ادخل على صفحة الفيسبوك وتابع الفيديو واذا حبيت تشترك نحنا مننزل يوميا اخبار عن الاجهزة وتسريبات وهالأصاص هاي وخلينا ننتقل لتجربة الصور أنا أخذت عدة صور كتيرة بهذا الجهاز صراحة بعدة مواضع كانت الصورة جدا رائعة وكتير حلوة وفيني لكم من أحسن الأجهزة بهي الفئة السعرية أو بهذا المعالج أو بهي الأداء من ناحية الكاميرات يعني كتير أخذت صور فيه كانت المعالجة جيدة ألوان السماء الدايناميك رينج بكتير متحسنة رجعني لأيام أونر وهواوي لما كنا نصور الأجهزة بيعمل شوي تعديل على الصورة لكن تعديل بيكون حلو في ناس بتحب هذا التعديل في ناس ما بتحب هذا التعديل لكن متحسن شوي يعني مو متل أيام هواوي وأونر لما كنت تحس فيه تعديل كتير قوي لا هون شوي قريبة من الواقع الصورة يعني محسنين موضوع الخوارزمية تبعهم والصور كانت جيدة وعجبتني صراحة بهايك فئة سعرية يعني تعتبر ممتازة هيك صور أما بالنسبة الكاميرا مامية فهذا الجهاز بيجي بكاميرا مامية بدقة 16 ميجا مع فتحتها دسل 2.50 صراحة صور السيلفي كانت حلوة العزل كان حلو طبعا في شوية أخطاء إجباري هاد الشي بهاي الفئة السعرية بيكون في شوية خطأ من ناحية العزل لكن كانت الصورة طبيعية وحلوة ورايئة يعني طبعا لا تخلوا من موضوع التعديل من ناحية أونر اللي بيعملوا شوية تلمسة يعني على الصورة لكن أفضل بكتير من الصور القديمة اللي كنا نشوفهم التعديل الجدا قوي على الصورة اللي بيغير ملامح الويش لأ هون بيعمل تعديل بسيط وحلو باقي الصور أيضا بكاميرا امامية كانوا حلوين بهذا الجهاز وطبعا اذا بنحكي عن نظام التشغيل فهذا الجهاز بيجي باندرودي داعش مع واجهة One UI 4.2 تقريبا كل شي موجود بهاي الواجهة الأداء السلس الحلو فيها لهي الواجهة ما بدنا ننسى أنه أجهزة أونر انشار عنها الحظر فصارتها تدعم خدمات جوجل بلاي بشكل كامل فما عندك أي مشكلة من ناحية الخدمات جوجل بلاي يوتيوب كلها موجودة مسبت مسبقا وأساسي بالجهاز يعني بدون أي حظر والجهاز بياخد تحديثات بشكل طبيعي الواجهة حلوة وأداءها سلس وما واجهت مع أي مشكلة وصراحة هاي الواجهة تعتبر من أفضل الواجهات وأكثرهم استقرارا موجود بالسوق حاليا في ظل الواجهات السيئة اللي عم نشوفها من شاومي او من غير شاومي او من الشركات التالية الموجودة بالسوق أما بالنسبة لسعة التخزين والرام فهذا الجهاز بيجي بسعة التخزين 128 جيجا مع 6 جيجا رام وبدعم توسيع 2 جيجا من زاكرة التخزين الداخلية يعني بيوصل لـ 8 جيجا رام وهذا الجهاز سعره اليوم بأسوأنا 199 دولار طبعا هذا الجهاز متوفر وبكل تأكيد عند شركة النيزاك عندهم توصيل لكافة أنحاء العراق وحترك لكم رابط الصفحة موجود بسندوق الوصف وخيرا نتعلم موضوع البطارية اللي كتير ناس سألتنا عنه بالتعليقات ورادة الناس أن يجرب البطارية وكرمالهم أخذت وقت أكثر بتجربة البطارية بهذا الجهاز حتى نقلهم تجربة البطارية الفعلية لهذا الجهاز أولا هذا الجهاز بيجي بطارية بحجم 4000 ميليا امبير مع سرعة 22.5 واط والشاحة موجود داخل علبة كالعادة هذا الجهاز أنا استخدمته استخدام عادي بدون ألعاب فقط يوتيوب تصفح عادي تصفح تطبيقات انستغرام فيسبوك وقد حاطت سطوع الشاشة على النصف يعني لم علي السطوع الأخير ولم ضعف السطوع للأخير وأيضا كتحاطة الهرتزية تبعيت الجهاز داينميك يعني ما حطيتها التسعين هرتز حتى ما يصرف كتير شحن وظلموا لهذا الجهاز يعني متل ما بيقولوا جهاز تقريبا كفاني ما يقارب سبع ساعات ونصف أقل بشوي يعني ما كمل سبع ساعات ونصف شحنة واحدة يعني مية بالمية فصرف الطاقة يعتبر بهذا الجهاز مو سيئ هو لكن أضعف من أقرانه أو أضعف من الأجزة الثانية بنفس الفئة السادية يعني مثلا ريدمي نوت إي داعش ريلمي 9 اي يعني الأجهزة الثانية اللي بطارياتها خمسة آلاف عم تكفي بطاريتها تبن ساعات ونصف يعني وفي أجهزة أكتر فهيك بيكون حكينا كل مميزات جهاز الأونال إكس 8 وأغلبكم مستني نحكي عيوبه لهذا الجهاز رح حكي لكم ياها بالتسلسل لكن قبل لازم أقلكم أنه هاي العيوب ممكن تكون نسبية يعني فهي ممكن تكون عيب لفئة معينة للناس وممكن تكون مو عيب لفئة ثانية من الناس فأنت اللي تقتنع فيه عيب اعتبره عيبي اللي ما مقتنع فيه عيب عادي اعتبره مو عيب يعني لكن أنا الشغلات اللي بشوفها لازم تكون موجودة بهذا الجهاز ومانها موجودة فرح اعتبرها عيب والشغلات اللي هي أصلا عيب رح لكم عليها أنه عيب بهذا الجهاز فأول عيب معنا بهذا الجهاز أنه الجهاز ما موجود فيه مستشعر للمكالمات بيجي هون افتراضي فيرتيكال يعني لما ترفع الجهاز على إدنك وتحكي مكالمة أو واتس أب تسمع فويس كذا ممكن هذا الجهاز يعمل لك شوية مشاكل من هاي الناحية وهذا الشي ممكن مزعج لبعض الناس ويسبب لهم يعني مشكلة أو إزعاج أو ممكن يعني تبروه عيب أزم عاني منه لهذا الموضوع الثاني عيب معنا بهذا الجهاز أنه هذا الجهاز ما بدعم استيريو سبيكا وأغلب الأجزاء بهذه الفئة السعرية تدعم استيريو سبيكا وللأسف صوت هذا الجهاز مضواضع جدا يعني ما نو صوته عالي أو بعوضق موضوع السبيكار من الأسفل لا السبيكار طبيعي جيد لكن لا يرتقي للستيريو سبيكار وما نو كتير ممتاز للصراحة وثالث عيب معنا بهذا الجهاز أنه هذا الجهاز ما بدعم NFC ومثل ما خبرتكم موضوع نسبي مثلا بمنطقتنا بسوريا بالعراق ما بيستخدم NFC وفي ناس ما بتعرف شو هذا NFC لكن مثلا بمناطق تانية بيستخدموه بتطبيقات البيع والشري بأوروبا بغيرها فهذا الجهاز ما بيشتغل معهم على البي او اس على الان اف سي على مدى باي وغيرها من التطبيقات اللي انت بتشتري وتتبيع فيها فانت اذا تستخدم جهازك للبيع والشري في هذا الجهاز ما بيفيدك لكن اذا انت ما عندك هالميزة ببلدك او ما بتستخدمها فموضوع عادي بالنسبة لك وفيك تعتبره انه هذا الشي موعب ورابع عيب معنا بهذا الجهاز انه هذا الجهاز للأسف ما بيدعم اي معيار مقاومة ماء وغبار لا IP53T ولا IP67 واغلب الاجهزة بهالي فئة السعالية كانت من شاومي او من سامسونج او من غير اجهزة سايت عم تدعم مقاومة ماء وغبار لكن هواوي او اونار شوي بيخلوا بهذا الموضوع فمقاومة الماء وغبار عايفين الاجهزة لفلاكشيف يعني هي الاجهزة ما بيدعموها من ناحية مقاومة الماء وغبار ايضا العيب الخامس معنا بهذا الجهاز انه للأسف هذا الجهاز ما بيدعم بطاقة زاكرة خارجية بيدعم فقط خطين وما بعرف ليش شايلين موضوع بطاقة زاكرة الخارجية يمكن بسبب العقوبات او الحظر ما عندي فكرة صراحة تانية لكن هذا الجهاز ما بيدعم اي بطاقة زاكرة خارجية والجهاز زاكرته فقط 128 جيجا فاذا حبيت توسع الزاكرة عن طريق انك تحط زاكرة تخزين خارجية هذا الخيار ما نمتاح لك مع هذا الجهاز العيب السادس معنا بهذا الجهاز حكيتلكم بالبداية انه الشاشة للأسف جاية من نوع اي بي اس وما عليها اي طبقة حماية فدول يعتبرهم اثنينتهم عيب واحد يعني ما رح نقول انه عيبين واحد اي بي اس وواحد بدون طبقة حماية هي الشاشة عيب واحد انه ما عليها اي طبقة حماية وايضا الشاشة بتجي فقط من نوع اي بي اس فخليني اعتبرهم انه عيب واحد او هذا العيب السادس بهذا الجهاز والعيب السابع بهذا الجهاز من وجهة نظري انه البطارية تعتبر ضعيفة اربعة ثلاث ميليان بي 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 هاي الفئة السعرية صغيرة وللأسف البطارية تحت الاختبار ما صندت اكتر من سبع ساعات سبع ساعات وشوي وهذا رقم اليل على هذا الجهاز وصدقا انا ما ضغطت على الجهاز يمكن لو ضغط عليه لحتى ما تكفي سبع ساعات البطارية فايضا البطارية تعتبر عيب وتعتبر ضعيفة لازم البطارية تكفي فوقت من ساعات ونص يعني فبطارية هي 4000 يعني قدما كانت سوفتوين موفر طاقة او المعالج موفر طاقة ما رح تضاين البطارية عندك مدة طويلة او وقت كبير فهي سبع عيوب بالنسبة لهذا الجهاز ايضا في عرب اخير اللي هو العرب التامن بهذا الجهاز طبعا نسبي اذا انت دفيع وعندك مصاري وخواجه عادي فيك تعتبره مععب لكن اذا انت حابت قارن الجهاز كقيمة مقابل السعر مثل الناس الدرويش فهذا الجهاز يعتبر غالي 200 دولار نعم سعره مرتفع اجهزة ثانية بنفس المعالج نفس المواصفات تقريبا مثل المتسع اي بمية وسبعين دولار مثلا او مثلا مثل الريدمي نوت اي داعش يمكن اليوم سعره مية وخمسة وثماني مية وتسعين دولار مع شاشة اموليد يعني عم تاخد انت مو اي بي اس بعدة شغلات تانية ستيرو سبيكر مقاومة ماء وغبار وشاشة عليها تبقية الحماية وشغلات تانية يعني مرحبا المقارنة كاملة هلأ للجهاز وبسعر ارخص من هذا الجهاز فنعم ايضا العيب الثامن هو انه سعره ايضا مرتفع شوي هذا الجهاز فهي كانت كل مميزات وعيوب جهاز الانر اكس 8 بنهاية كل فيديونا دايما بقلكم انه الجهاز يستحق الشراء هل ممكن ينشره او شو سبب الشراء او لا لكن هالمرة ما رح اذكرلكم انتو اللولي بالتعليقات انه هاد جهاز هل يستحق الشراء او لا واذا يستحق الشراء ليش من وجهة نظرك يستحق الشراء واذا ما يستحق الشراء شو البدلاء الافضل منه كل هادول بدياكم تقول اياهم بالتعليقات تحت ان شاء الله يكون هذا الفيديو استفدتوا منه وعرفتوا شو مميزاته وشو عيوبه لهذا الجهاز واذا عندكم اي اسيلي او استفسارات تكتبونا ياهم بالتعليقات وبتمنى تقدروا تعبنا شوي صغيرة بهذا الفيديو وعلى الاقل تشتركوا وتحطونا لايك على الفيديو وما تنسوا تشاركوا الفيديو مع اصدقائكم ومشوفكم الفيديو جاية وعدم تنسال امي